السلام عليكم كنتمنى كلكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في قضية جديدة هاد القضية كتتعلق بالتيقة الزايدة في الصحاب وصحابات والفين كتوصل شانكويلة روبينسون اتزادت في شارلوت في كارولينا الشمالية نهار 9 يناير 1997 والديها هما سالموندرا روبينسون وبيرنار روبينسون عائلتها كتعيط لها بكويلة كانت بنت ضريفة بزاف وسخية وديما كتعاون اللي حتاجها كبرت في دارهم وهي فرحانة من لسلات قرأتها في الليسة دي الويست شارلوت لمشات الجامعة وينستون سالم وتم تعرفات على كالي الكوك اللي ولا احسن صديق عندها ولا وقراب من بعضياتهم بزاف وديما خارجين بجوج بهم تعرف على والديها واختها أولا مرة مرة كياكل عندهم في الدار واحتى أنه صافر معاهم مش حال من مرة من اللي تخرجت شانكويلة من الكلية وبحكم حبها للموضة وتصفيف الشعر حلات صالون خاص بها وفي 2020 دارة متجر عبر الانترنت كتبع فيه الملابس النسائية شانكويلة كانت نشيطة بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي وعزيز عليها تخرج وطلق مع صحاباتها وكتبغي تصفر بلايس الزويني وبما أنها ولات سيدة أعمال كانت كتقدر تحقق رغباتها في الصفر فيما بغاد وفاش كالي العرض عليها باش يمشيوا في نهاية الأسبوع هي وصحابهم باش يحتافلوا بعيد ميلاد واحد منهم وافقات بكل فرح هاد العرضة غدا تكون في سان خوسي دال كابو في الميكسيك سان خوسي دال كابو كتجلب حتل ثلاثة دلمليون ديال السياح وهي وحدة من الأماكن المفضلة للشباب الأمريكي المهم هاد المجموعة ديال دقاء اللي كتكون من ماليك داير وآليس آيات وديجانيت جاكسون ووينتر ووينتر دونوفان وشانكويلة وكاليل غيمشيوا كاملين باش يحتافلوا بعيد ميلاد نازير ويجنس كراو فيلا راقية وكبيرة فيها خمسة ديال البيوت وخمسة ديال الحمامات وفيها ببيسين كيطلع للبحر هاد الفيلا سميتها ليندا 32 كتتقام للليلة الوحدة بـ 1300 دولار يعني ما يقارب 13000 درهم وغادي يكون فيها طباخ نهار الجمعة 28 أكتوبر الأصدقاء كلهم خدوا الطيارة لميكسيك إلا نازير متبحهم حتى الغدلي المجموعة وصلت لسان خوسيدا لكابو ومن اللي دخلوا الفيلا سنوا كلهم على عقد الكرة وحيت شانكويلة هي اللي كانت مرتاحة ماديا هي اللي خلصات الزيادة لاحق هاش قربة شيقلسو من نهار 28 حتى النهار 31 أكتوبر كانت شانكويلة فرحانة حتى هي وصل صحابها حطات ستوريات على مواقع التواصل الاجتماعي كتبين فيهم جمالية المكان اللي هما فيه وفي العشية عيطات على أمها وقالت لها باللي راها وصلت على خير وبالله غايجي عندهم طباخ في العشية وغايقاد لهم صندويتشات ديالتاكوس للعشا وقالت لها باللي هي فرحانة بهذا الرحلة ومرتاحة سلاوها درتهم وقالت لامها بسلامة حتى الغدى ونعيط لك ولكن سالماندرا ما كانتش عارفة باللي هادي هي آخر مرة غدا تسمع فيها صوت بنتها الغدلي ماشي شانكويلة اللي عيطات ولكن كاليل هو اللي عيط على سالماندرا وقال لها باللي شانكويلة مريضة وراها تقياتش حال من مرة الأم دنات باللي بنتها شربات بزاف البارح أو لا قلتش حاجة اللي ضراتها داكش علاش ما تقلقتش بزاف وزيادة على هادش كانت طايقة في كاليل ومتأكدة باللي را بنتها مع أعز أصدقائها أكيد غادي دير المستحيل باش تبرى شكراته وقالت ليه وقالت ليه يبقى يطب منها على بنتها ويقول شانكويلة عيط لها من اللي تفيق دازل وقت وعاود صناليها كاليل ولكن الأخبار ما كانتش زوينة قال ليها باللي ثلاثة ديال سيارات الإسعاف كينين في الفيلا والمسعفين كيحاولوا باش ينعشوا بنتها شانكويلة الأم تصدمت كيفاش غير شوية هذا الحالة ديال بنتها ما كانتش خطيرة أشنو اللي جراليها حتى وصلت لحالة الخطر قال ليها باللي شانكويلة شربات بزاف البارح وجاهتها سمم من الكوحوي بقيت كتسول فيه وهو يديرها على وضع الانتظار الأم كانت متأكدة أنه كاليل غادي دير اللي في جهده باش ينقض شانكويلة من بعد رجعوا قال ليها باللي الأطباء ما قدروش يعطقوها والبنت ماتت الأم تصدمت كيفاش بنتها اللي يلا عندها 25 عام تموت بتسمم من الكوحوي وفي أقل من 24 ساعة من وصولها لمكسيك من لي ماتت البنت الأصدقاء ديالها شدوا الطيارة ورجعوا لمريكان وكاليل من اللي وصل امشال عند والدين شانكويلة باش يعزيهم ولقف معاهم وعاود قال ليهم باللي بنتهم ماتت بسبب التسمم من الكوحول والدين شانكويلة كانوا محطمين ومقهورين على بنتهم وما شكوش في دكشي اللي قال ليهم كاليل حيتهو ما عارفينو وكيتيقوا فيه وكان خاصهم يديروا الإجراءات في القنصلية باش يسترجعو جوتمان بنتهم من الميكسيك هم عارفين بلي تقرير البوليس كيقول بلي الموت جا نتيجة شرب بزاف ديال الشراب ولكن كان خاصهم يتسنوا نتيجة التشريح ديال الجدة ليام اللي دازت من بعد كاليل كيجي كل يوم لعند والدين صديقة ديالو اللي ماتت وفين ما كتجي الهضرة عليها كيبقى يقول ويعاود على الكمية الكبيرة ديال الشراب اللي شربات والدين البنت عارفين بأن بنتهم عزيز عليها الدير الحفالات ولكن عمرهم ما اعتقدوا أنها غدا توصل هاد المصيبة هادي الناس بدوا يقولوا بأن شانكويلة تعرضات للضرب في الميكسيك وهاد الشي غادي يسمعوه والديها اللي غاي سوولو كاليل على أشنو اللي وقع البنتهم كاليل جا وجاب معاه وينتر وديجاني وكلهم هادروا على شرب الكوحول والتسموم وقالوا باللي نادت مضاربة بناتهم والشي اللي لاحظوه والدين شانكويلة أن الأصدقاء بتلاتة كيتناقضوا في هادرتهم مع بعضياتهم في بزاف ديال التفاصيل بالإضافة لكاليل اللي ولا عصبي بزاف وماشي كيف ما كان سالموندرا وبيرنار بدأ كيدخلهم الشك وبدأوا كيتساءلوا علاش أصحاب بنتهم كيدخلوه ويخرجوه في الهدرة وعلاش كاليل ولا متوتر إذن خازن عليهم شي حاجة ولاوا كيتسنوه في تقرير تشريح ديالجتة بفارغ الصبر وأخيرا غادي وصلت تقرير نهار عشرة نوفمبر وهنا غادة تكون الصدمة الكبيرة التقرير كيقول بلي البنت فيها بزاف ديال الكدامات وعندها كسر في الرقبة تسبب لها في إصابة خطيرة في الحبل الشوكي وعندها كسر في فقرة الأطلس أو الأطلسية أو لكيف ما كتسمى الفقرة الحاملة وهي أول فقرة في العنق وهي أول فقرة في العنق اللي كتبع الرأس وهي اللي أدات للموت يعني أن شانكويلا بقاو كيدربوا فيها احتى ماتت ولكن الواعرة تقرير كيقول بلي الدم ديالها ما فيهش آثار الكحور يعني الأصدقاء كيكذبوا وأن شانكويلا ماتت بعد 15 دقيقة من الضربة المميتة اللي خدعت والدين شانكويلا كانوا مصدومين من هادشي اللي جافت تقرير وعرفوا بلي قاعدك شي اللي كانوا كيقول لهم كاليل غير كدو وبدوا كيتسألوا واش بنتهم كانت مازالة حية من اللي عايت كاليل في التليفون علمها أو لا حتى هادي كدبا ومن نهار جا التقرير ديال التشريح ديال الجدة كاليل ما بقاش كيبان وما بقاش كيجاوب على التليفون وبدوا واحد الفيديو كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي كتبان فيه شانكويلا وواحد البنت في بيت وهاديك البنت كتضرف شانكويلا بالجهد اللوجه والرأس وشانكويلا ما كتدافعش على رأسها شوية وهي تطيح على الأرض ونقضات عليها البنت وبقات كتضرف فيها عو التاني وهاتشي كله كيتفرج فيه شحال من واحد واحتى واحد ما تدخل باش يدافع على شانكويلا بالعكس كانوا كيشجعوا في هاديك اللي كتضرب فيها باش تكمل وكيتسمع صوت الراجل اللي شاد التليفون كيصور قال كويلا على الأقل ديري بحالها ردي عليها حتى انتي بصراحة الفيديو كيتضر في الخاطر كلهم كيتفرجوا واحتشي واحد ما دافع عليها ومن فوق هادا كيقول لها واحد منهم شانكويلا ردي حتى انتي عليها جاوباته وقالت ليه ان لا الفيديو كيبيا كمية الحقد والغل لي هازينوا هاد الأشخاص لشانكويلا وقيلها هادو كانوا كيغيروا منها بزاف وهادشي اللي خلاهم يبقوا ويصوروا قبل ما تتحرك فيهم الشعرة احتى واحد ما تدخل باش ينهي هاديك المضاربة كلهم كانوا كيتفرجوا وكيشجعوا في هاديك اللي كتضرب هاد الفيديو دار ضجة كبيرة بين الناس خاصة وان الام قدرات التعرف على الشخصيات الرئيسية اللي في الفيديو قالت بان اللي كان تقدر في بنتها هي دي جاني واللي كان كيفيلمي هو كاليل اللي كان كيضل عندهم في الدار وكياكل معاهم على طابلة وحدة من بعد التداول ديال هاد الفيديو والدين شانكويلا تاصلوا بالسلطات الميكسيكية وحاولوا يقنعوهم بان الموت ديال بنتهم خاصة المزيد من التحقيق المعمق جاوباتهم سلطات الميكسيكية بانه في نظرهم ما كينحتاش دليل واضح على ان هاد شي كان على ان هذا فعل جرمي وهو يخرج لأب ديال شانكويلا في جريدة إلكترونية وقال بانهم مصدومين من هادو اللي كانوا كيتسمعوا صحاب بنتهم كانوا كيتفرجوا فيها وهي قد تضرب وقال هادي ماشي مضاربة هادا راه اعتداء على بنتهم لحقاش بنتو ماشي من النوع اللي كيتضارب وعمرها مضاربات في حياتها وهاد شي اللي وقع كانوا مخطين ليس حابها وفعلا كيبان في الفيديو بان البنت ما كانتش كترد الضربات وما دافعتش على رأسها وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي هاد القضية ولت معروفة الهاشتاك ديال العدالة الشانكويلا اطلع توندونس في الفيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك ووليت قاعد أسماء ديال الأصدقاء معروفة ومكشوفة في مواقع التواصل الاجتماعي كيبان واضح أن عينها قاعد كلهم وعندها القيصام في الشفتين ووجه كله قدمات وفي هاد المواقع بعض المصادر كتقول أن ديجاني هي في الأصل متحول جمسي بعد ما تفرشت هاد القضية ديجاني سافرات وتخبات في مدينة أخرى وقع الأنظار غدا التاجه جهة التقرير ديال البوليس المكسيكي اللي قال بأن الموت جا نتيجة تسمم كحولي كيفاش خلوا الأصدقاء ديال شانكويلا يرجعوا بهاد السرعة الأمريكان وبفضل هاد الدجة الكبيرة اللي دارت القضية ديال شانكويلا المكتب ديال FBI في شارلوت افتح تحقيق في هاد النازلة أما بخصوص الوالدين ديالها سطام الروف قضيتهم باش المسؤولين على الموت ديال بنتهم ياخدوا الجزاء ديالهم ياخدوا الجزاء ديالهم وانتشرات أخبار من شي حد قريب من العائلة قال بلي كين فيديو آخر مخرش العالم كتبان فيه وحدة يمكن تكون وينتر شاد دف شانكويلا من عنقها من بعد ما تهجمت عليها ديجاني وضرباتها مع الأرض ومن بعد هاد الدربة شانكويلا ما بقاتش تحركات ومن بعد قاح هاد الأحداث نازير وينجز اللي كان عنده عيد ميلاد واللي وصل الغد ليه عندهم الميكسيك خرج بفيديو على الانستغرام قال بلي ما وصل المطار الميكسيك حتى الغد ليه وعيت على صحابه مع الجوجه 16 دقيقة باش يعطيوه العنوان ديال فيلا صحابه قالوا ليه بأن شانكويلا رها عيانة أكد في الفيديو أنه ما عارف حتى شي حاجة على المضاربة وجاب الكتاب المقدس ليكي آمن بيه باش يأكد بأنه ما كيكذبش وقال بأنه ما وصلش عندهم إلا من بعد ساعة لحقاش كان الزحام في الطريق ومن لي وصل مش هديري يكتل عند شانكويلا اللي كانت مازالة حية الوقت للتقرير الميكسيكي أكد بأنها ماتت مع الثلاثة نظير قلب أن الطبيب جاء وعطاها محلول وهذه الساعة كانت نعسى على كنبة في قاعة الألعاب شهادة ديالوجة معارضة لتقرير التشريح والبوليس الميكسيكي بهذا الفيديو اللي دار كيحاول يحيد عليه المسؤولية وبفضل التغطية الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والضغطة ديال مكتب التحقيقات الفيدرالي السلطات الميكسيكية غادت دير تقرير أخر كي يتعارض تماما مع اللول غادت شرح فيه الأحداث والوقائع اللي جرات هدك النهار ديالجريمة في التقرير اللول المسعفين وصلوا مع الثلاثة النهار 29 أكتوبر وشانكويلا ماتت بعد 15 دقيقة أما التقرير الثاني قال بأنه نهار 29 أكتوبر ومع الجوجه 13 دقيقة وينتر طلبات المساعدة الطبية لشانكويلا ما معروفش واش هي اللي طلبات المساعدة أو لشي واحد آخر المهم المكالمة كانت من تليفونها خدمات الطوارئ رسلة الطبيب للفيلا من اللي وصل لقى شانكويلا نعسى على كنبة في الصالون وصحابها قالوا بأنها شربت بزاف ديال الشرب وهي تولي هكا من اللي فحسها لقى المؤشرات الحيوية مستقرة ولكن شانكويلا كتعاني من الجفاف ديال الجسم ومقدراش تهدر حساب ليه غير رهس كنانا وقال للأصدقاء ديالها ضروري ما تمشي السبيطار ولكن هما رفضوا بشكل قاطع وقالوا بأنهم هما غد يهتموا بها الروسهم أعطاها الطبيب حقنة ومعها الربعة وعشرين دقيقة بدأت شانكويلا كتشنج وفي هذا الوقت وانتر غدت تصل برقم التوارئ باش تطلب المساعدة لحقاش شانكويلا بانت عليها علامات التعب الشديد وبدأت كتواجه صعوبات في التنفس الطبيب دار داك شي اللي قدر عليه ولكن ما كانش كتستاجب بدأ كيدير ليها مصاج القلب بمساعدة واحد من صحابها ووصلت المساعدة وبدأوا كيديروا ليها مصاج القلب وحقنوها بخمسة ديال الجرعات ديال الأدرينالين وداروا ليها ست ديال الصدمات الكهربائية ولكن بدون فائدة ومع الخمسة وسبعة وخمسين دقيقة ماتت وقالوا ماتت بسكتة قلبية المسعفين خداوا الجتة ديال شانكويلا من هنا وصحابها أو للي كيتسمى وصحابها وجدوا حويجهم ورجعوا في حالهم من هنا احتاجي واحد من صحابها ممشى مع سيارة الإسعاف اللي اداتها كلهم رجعوا للميريكان بصرحة يعني يمكن كانوا باغين يخبيوا شي حاجة ونهار 17 نوفمبر وصلوا جثمان ديال شانكويلا للميريكان والدفنات الوالدين ديال شانكويلا ما استسلموش وبقاهم مصرين باش ياخدوا حق بنتهم ومع الضجة الكبيرة ديال هاد القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال الناس تأطروا هاد المأساة وحاولوا يعاولوا لأهل ديال شانكويلا باش يربحوا قضيتهم بحال لعب كرة السلة إيرفين اللي تبرع بـ 65 ألف دولار وآخر الأخبار كتقول بأنهم وصلوا لأكتر من 370 ألف دولار أما بخصوص الطبيب اللي يدخل هو والبوليس نهار الواقعة بزاف ديال الأخبار كتقول باللي راهم في التحقيق بزاف ديال الناس كيقولوا بأنهم خداوا 17 ألف دولار نقدا من سحابها وهاد الفلوس كانوا ديال شانكويلا كانوا مع حويشها أعطاوهم البوليس باش يغمدوا عينيهم ويخليوهم يرجعوا دغيال أمريكان وباش يديروا تقرير بحال داك الشي اللي كانوا كيقولوا فيه صحاب شانكويلا يجي من الطابق بحال الهضرة اللي كانوا كيقولوا في اللوي وهذا كيف السر إعلاش تقرير ديال البوليس وتقرير التشريح ما كانوش بحال بحال ومن اللي يضغط مكتب التحقيقات الفيدرالية على الشرطة المكسيكية نهار 23 نوفمبر نيابة العامة المكسيكية صدرات مذكرة توقيف ضد الجنات ولكن ما قالت ششكون بالضبط وعلمات الانتربول وبداية كتروج بعض الأخبار بأن ديجاني شدوها البوليس وسلموها للسلطات المكسيكية ولكن كتبقى أخبار غير مؤكدة هاد القضية مازالة متسداتش والتحقيقات مازالة مستمرة فيها وفيها بزاف ديال الغموط وما معروفش بالضبط أشنو اللي واقع كين لي كيقول حيث الجاريمة وقعات في واحدة من الفيلات اللي كيملكها شي واحد واصل في البلاد باكش يعليش كين بزاف ديال العراقيل في هاد القضية أما دابا وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى تكتبوا في التعاليق على أراءكم في هاد القضية وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في قضية جديدة